إلى وهران وصل اليوم المنتخب الوطني الماجيك مجيد بوغرة ولاعبوه وصلوا إلى وهران من أجل الاستعداد لمواجهة النيجر في نصف نهائي الشان بملعب ميلود هدفي طائرة المنتخب الوطني وصلت اليوم في حدود منتصف النهار وبعدها مباشرة عقد مجيد بوغرة ندوة صحفية المهم موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم نشر مقالا عن كأس أمم إفريقيا للمحليين وقال فيه باللي كان ثلاثة أسباب تجعل الجزائر الأقرب للتتويج باللقب تجعل الجزائر الأقرب للتتويج باللقب ما هي هذه الأسباب حسب موقع الكاف يقول الموقع الكاف بأنه السبب الأول نعود للبلاتو زميلي المخرج خلي الصور وخلي شوية شوية هاك شوية هاك فذكر موقع الكاف الأسباب التي يأتي في مقدمتها سعي المنتخب لإسعاد الجماهير الجزائرية يعني السبب الأول ليخلي الجزائر مرشحة بتفوز بالشان هو حرص المنتخب على إسعادنا عندهم الحق الكاف في هذه باغين يفرحونه يفرحونه خصوصا بعد خيبة كأس أمم إفريقيا 2021 وعدم الخيبة الكبيرة بعدم تأهل إلى مونديال قطر علىها تفكروا في نايا الكاف نروها بالعانية هذه مش يفكرونه السبب الثاني فيتمثل في فلسفة المدرب مجيد بوغرة مجيد بوغرة يتمتع بإحساس قوي باللعبة مدافع سابق يعتمد على قاعدة دفاعية صلبة مع عدد من اللاعبين السريعين هذا موقع الكافرة يقوله عندها الحق يعني بدأ ماجيك بوغرة يدير فلسفة معينة في طريقة تدريبة هذه يقولوها المختصين أنا خطيني السبب الثالث حسب الكاف فيتمثل في قوة الدوري المحلي الله أعلم السبب الثالث البطولة الجزائرية قوية ما نشعرف من بين الأندية الستة عشر التي تشكل القسم الأول من الدوري الجزائري هناك عشرة نوادي يمثل لعبها في أشان يمثلها لعبها في أشان والأندية الجزائرية وصلت مراحل متقدمة في المنافسات الإفريقية حسب ما أكدت الموقع الكاف وبالتالي هذه الأسباب الثلاثة هي التي تخلي الجزائر الأقرب للترشح للفوز بأشان عبر سكايب معنا توفي